كييف قد توافق على وضع غير نووي لإنهاء النزاع مع روسيا ذلك ما قاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في مقابلة مع وسائل إعلام روسية كاشفاً أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مستمرة كما وصف الوضع غير النووي للبلاد بأنه أهم قضية على جدول الأعمال زيلنسكي أعرب عن استعداد بلاده لتكون دولة خالية من الأسلحة النووية باعتبارها النقطة الأهم في المحادثات الأوكرانية الروسية مشيراً إلى أنه مهتم بتوقيع اتفاقية جادة من شأنها أن تتضمن ضمانات أمنية لأوكرانيا توقعها الأطراف الضامنة أوكرانيا لم تمتلك أسلحة نووية منذ العام 1996 بعد أن وافقت على التخلي عن ترسانتها النووية السوفيتية بشرط احترام حدودها بموجب مذكرة بودابيست ترجمة نانسي قنقر